السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين اي يا رب تكونوا في خير هنعمل النهاردة الفراخ المخلية لتحفى دي بالكريمة مقدرها سهلة جدا عندي خمس سدور فراخ سلام مش مش متقطعين وهنا عندي كريمة لباني او كريمة طهي يعني وعندي بقدونس مفروم ممكن بقدونس عليه شبت برضو حتى شبت بسيط وهنا عندي بصلة متوسطة مفرومة وتوم بس كده هي دي المقدير بتاعت السوس كلها وعندي نص لامونة طبعا اللي كانت مع الفراخ هنا اول حاجة هقطع السدور الفراخ كاري كده بس طبعا مش هوصل للاخر يعني اعمل فيها بس الحركة دي عشان اه لما تببلها اللحمة من جوه يبقى طعمه كويس هقطعها بس كده يعني خطين بالطول وثلاثة اربع خطوط بالعرض بحيز ان هو يبقى شكلها مربعات كده يبقى شكلها حل وفي نفس الوقت التدبيل هتدخل جواها الاكلة دي يعني بجد حرفيا في ربع ساعة تبقى جهزة يعني عندك صدور فراخ مش عارف هتعمل بيها ايه يعني الوصفة دي هتنجزك جدا وتعمها حلو جدا وطبعا تغيير عن البانيهات العادية عن الفليل مشوي دي بصدور سليمة ولو سدر كبير ممكن اقطعه على نصين علشان يستوي اسهل واسرع اقطعها بالشكل ده اللي انتو شايفينه بعدين هبدأ اتبلهم بقى تدبيلة بسيطة جدا وسهلة جدا اول حاجة هحط ملح وبعدين هرش رشد فلفل اصمر بس كده مش هتبلها بحاجة اكتر من كده عشان ما تغيرش طعمها هنا حطت الملح وبعدين هبدأ رش فلفل اصمر وبعدين هنجيب بقى الجريل بتاعنا او الطاصة ونحط في معلقة سمنة او زبدة وهنسيبه ميقضحه خالص زي ما انتو شايفين كده يسخنه جدا وبعدين هنزل بقى بصدور الفراغ هحط واحدة واحدة كده ومش هقلبها خالص غير لما تاخد لون حلو جدا من الناحية التانية اللون الجلد اللي انتو شايفينه ده او اللون الدهبي ده اول ما تتحمر كده وتبدأ تدخل في التسوية هنقلبها على طول وهنا انا تبلتها من الناحية التانية برضو بملح وفلفل ومجرد ما استويت من الناحيتين كده هبدأ اطلعها ومقلقش جدا من اللي لزق في الجريل ده في العكس احنا هنحتاجه دلوقتي في السوس هبدأ اوطي النار بقى ممكن هنا نزود معلقة سمنة وبعدين هنزل بالتوم هقلب التوم بس انا مش عايزاي حمارة هتديله تقليبة بس بسيطة خالص وهبدأ اطلع الحاجات اللي لزق دي كلها دي طبعا تبقى يعني زي سوس بتاع فراخ كده التوم هيطلعه وهيطلع في اللسوس هيبقى حلو جدا مجرد ما طلعته والتوم خلاص بدأ يتلون هنزل بالبصل بقى واقلبها كويس جدا البصل يكون مفروم ناعم جدا زي ما احنا شايفين هقلبها كويس جدا طبعا هنا مش قادرة يوصف لكم الريحة عينة عاملة ازاي لحد ما الاتنين يتلونوا معايا كده اندل بنص كوباية مية بالزبط وبعدين هقلب برضو البصل والتوم كده مع المية علشان يكملوا تسوية هنا على نور متوسطة مش عالية خالص عشان عايزة البصل يستوي كويس وبعدين في الوقت ده بالزبط هنزل بقى بالنص لامونة عشرها نص لامونة بس المقدار ده كان كافي كويس جدا يعني لو عايزيني زاود طبعا ده زوق شخصي يعني بقى كده نص لامونة مع البصل والتوم ونص كوباية مية يعني من نص الكوباية اللي ربع برضو على حسب آآ ساعة الجريل بتاعتي وعلى حسب الكمية اللي عندنا واكله ما المية زادت ما فيش مشكلة يعني من نص كوباية الكوباية اللي ربع هيسوي البصل وبصو هيتشرب خالص هنا المية اتشربت والبصل استوى وهنزل بقى بالخضرة اللي عندي البقدونس والشبت هقلبهم كويس جدا ممكن نحط كسبارة خضرة ممكن نحط بقدونس لوحده بس الشبت بيدي طعم حلو قوي هنا وبعدين هنزل بالكريمة اللبانية او كريمة الطهي اللي معي وتقريبا كده السوس كان جاهز حرفيا في ربع ساعة هتلاقي الوصفة جاهزة وهتنجزت جدا وطعمها حلو جدا انا ممكن نضيف مشروم طبعا في الوقت مع البصل لو في مشروم ممكن نضيفه ونقلبه مع البصل والتوم كده يتشوح شوية ونكمل نفس الخطوات هي هي بالزبط تبقى شبيهها للبيكاتقة شوية هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض وبعدين هزبط الملح والفلفل بس هو شكل السوس رهيب جد ورحته ضحفة هبدأ هزبط بقى الملح كمان لان احنا هعدتناك كريمة لازم نزبط الملح تاني وعشان البصل طبعا والتوم برضو ونزبط الملح ونزبط الفلفل لو عايزنا سبايسي ممكن نحط هنا آآ راشة شطة وبعدين هقلب الكلام ده كله كويس وهنا راشات راشة جوز التيب قليلة جدا يعني راشة بسيطة خالص وهقلب برضو كل ده مع بعض هنا بدأ السوس يعمل بابلز كده او فقاخيعة كده ان هو يبدأ خلاص بيغلي يعني مجرد ما يعمل كده هبدأ بقى انزل الفراخ اركعها تاني للصدور اللي انا طلعتها علشان يبدأ بقى يتشرب من السوس اللي تحفظها هنزل الفراخ تاني بعد ما سبتها ترتاح شوية وبعد ما احمرت من الناحيتين هي تقريبا خلاص تستوي التلاتة ربعة تسوية والسوس اللي هي نزلته والعصارة اللي هي نزلتها دي هننزلها تاني في السوس بتدي الطعم حلو جدا للسوس هبدأ بقى اقلبهم كده على الوشين بحيس ان هم الناحيتين يتشربوا من السوس واسيبها بقى براحتها خمس دقيق كده كمان ولا حاجة هتكمل تسوية وهتتشرب من السوس وهتترك كده وتبقى حلوة جدا وبس كده هي تقريبا كده استويت غطيت عليها خمس دقيق بالزبط وبعدين طلعتها وبسو كانت طرية وجوسي كده وكان السوس طعمه رهيب وبجد سهل جدا وسريع جدا جدا اتمنى تجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا انا وسقع هنحطها بقى في طبق التقديم هنأكلها بقى مع رز ابيض هنأكلها مع مكارونا يعني حلوة جدا مع كل الانواع الاكل نأكلها مع هي الواحدها كده مع بطس محمرة وبالعيش حلوة جدا مع اي حاجة والسوس بتاعها طحفة يا جماعة بجد اتمنى تجربوها وبس والسوس كريمي وطعمه وريحته حلوة جدا وده شكلها بعد ما تغرف بس وشكلها عامل ازاي اتمنى بجد تجربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون الوصفة عجبتكم واستفدتم منه بحاجة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله لازم تفعلوا زر الجرس اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد مع السلامة